مين المسبب ومين المتأثر بتغير المناخ؟ وهل فعلاً تغير المناخ سبب أنشطتنا البشرية؟ أم إنها جزء من دورة الأرض الطبيعية؟ متى بدأ ومتى سينتهي تغير المناخ؟ وهل فعلاً لدينا القدرة كبشر على التصدي للكوارث المناخية التي حدثت والتي ستحدث أهلاً وسهلاً فيكم ببودكاست فيضان جاف في الحلقات السابقة تحدثنا مع ضيوفنا الكرام عن ما هو التغير المناخي والفرق بين التقس والمناخ الاحتباس الحراري، الغزاة الدفيئة، الانبعاثات، القطاعات المشببة لها الانبعاثات وذكرنا أيضاً من أين مصدر هذه الانبعاثات من القطاعات في الأردن وكان بتصدر القطاع الأول قطاع الطاقة اللي بيشكل 76% من هاي الانبعاثات الغزاة الدفيئة تحدثنا أيضاً عن قطاع النفايات اللي بيشكل 12% من هاي الانبعاثات نحن اليوم بصدد البدء بحلقة تتحدث عن القطاع الثالث اللي بيشكل 10% من هاي الانبعاثات اللي هو قطاع الصناعة والعمليات الصناعية أهلاً وسهلاً فيكم ببودكاست فيضان جاف وأنا إيهاب شماس أهلاً وسهلاً فيك مهندس معن أهلاً وسهلاً ضيفي لليوم هو المهندس معن عياصرة حاصل على شهادة الماجستير في إدارة مشاريع هندسة الطاقة والبيئة من فرنسا كما حاصل أيضاً على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة العلوم والتكنولوجيا المهندس معن أيضاً خبرة 12 سنة في القطاع الصناعي في آخر 7 سنوات وهو المنصب الحالي للمهندس معن هو كمدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن أهلاً وسهلاً فيك مهندس معن أهلاً أخيها أبي أهلاً أول إشي شكراً لوقتك بتحكي لنا أكتر اليوم عن الصناعة والعشرة بالمئة من الإنبعاثات الغازات الدفيئة اللي صادرة من هذا القطاع بدنا نحكي عنها أكتر شو ممكن نقللها مش ممكن هل نحن دولة صناعية وفعلاً نؤثر على تغير المناخي لما نقصد الصناعة أو قطاع صناعي شو منقصد؟ هل هي المصانع؟ أهلاً وسهلاً شكراً لإلكم شكراً لحركة شباب من أجل المناخ الأردن وشكراً لليو أن تي بي على هذه المبادرة المهمة جداً اللي ضروري جداً من خلالها نرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية خصوصاً قضايا التغير المناخي بحكم أنها هي مؤثرة على مختلف دول العالم على مختلف الناس بشكل مباشر بدي أبدأ من آخر سؤال أنت طرحته القطاع الصناعي العمليات الصناعية بالأردن إحنا بالأردن عمليات صناعية ومنشآت صناعية تعتبر مفخرة بحكم أنه إحنا بلد منصدر لـ 152 دولة المنتجات الأردنية ومنتجات رائدة بمختلف المجالات في كل قطاع من القطاعات الصناعية في منتجات رائدة جداً إحنا منقسم القطاع الصناعي إلى 10 قطاعات فرعية حسب طبيعة المنتجات القطاع الصناعي هو أهمية اقتصادية مهمة يساهم بـ 24% من الناتج الإجمالي المحلي يساهم بـ 20% من العمالة فبالتالي هو قطاع مساهم بشكل كبير 93% من الصادرات المحلية هي من القطاع الصناعي الآن علاقة القطاع الصناعي بالبيئة القطاع الصناعي يستخدم الموارد المختلفة من مياه من طاقة من مواد خام بالإضافة لمنتج لنفايات بمختلف أنواع سواء كانت النفايات السائلة أو الصلبة النفايات الخطرة أو غير الخطرة بالإضافة لأن بعض العمليات الصناعية تتضمن معالج للمواد منها معالجة حرارية منها إنتاج بخار فبالتالي كل هذه المصادر هي تعتبر مصدر مباشر لإنبعاثات التي تصنف بإنبعاثات ضرّة بالبيئة إذا لم نذهب للقطاع التشريعي أو للجانب التشريعي بمجالات البيئة نحن لدينا جانب تشريعي قوي بالأردن يحدد مستويات الإنبعاثات بمختلف القطاعات ويتميز القطاع الصناعي بأنه من قطاعات التي تميل لأنها منتزمة بالتشريعات البيئية فرغم أنه قطاع مساهم بالإنبعاثات الضرّة إلى أنها ضمن الحدود المسموحة ضمن التشريعات البيئية وهناك جولات تفتيشية مستمرة من وزارة البيئة أو الجهات المعنية على القطاع الصناعي فبأغلب الحالات دائما القطاع الصناعي هناك التزام بمجال الحد من الإنبعاثات أو الالتزام بالمستويات الحد المطلوب يعني من الواضح أنه قطاع رائد وبشكل جزء كبير من جمال الدخل وحتى التوظيف ونحكي عن 152 دولة بيصدر لها القطاع طيب بس البعد البيئي يعني فيه 10 بالمئة اليوم من الإنبعاثات تمام هو فعلياً عمليات التصنيع بحد ذاته هي عمليات منتجة للإنبعاثات المختلفة فيه عمليات احتراق فيه عمليات إنتاج نفايات مياه عادمة وكل هاي مصادر رئيسية من مصادر إنبعاثات الغازات الدفئة وهذا الشيء يعتبر طبيعي ولكن يمكن أحد الأرقام المهمة اللي بتعطي إنعكاس للعلاقة ما بين البيئة والعمليات الصناعية نحن عنا 18 ألف منشعة صناعية مسجلة بمختلف ملاطق المملكة سواء داخل المدن الصناعية أو خارجها القطاعات الصناعية أو القطاعات المختلفة اللي تعتبر ذات أولوية بمجال التغير المناخي الصناع لا يصنف بحسب الاستراتيجيات الوطنية لأنه هي من القطاعات الأولوية لأنه هو ذات علاقة وثيقة بكل هذه القطاعات هو قطاع مشترك مع كل القطاعات الستة ذات الأولوية بالتغير المناخي واللي هما الطاقة والمياه والنفايات بالإضافة إلى السياحة والزراعة والنقل فإذا رحنا للطاقة هو في تأثير غير مباشر أو مساهمة غير مباشرة من القطاع الصناعي بحكم أنه ثالث أكثر مستهلك لمصادر الطاقة المختلفة عمليات الصناعية اللي بتستخدم مصادر الطاقة المختلفة هي فعليا من المصادر الرئيسية لإنتاج الإنبعاثات المختلفة شو لازم الصناعة فعليا تقود أنشطة مختلفة لتخفيف هاي الإنبعاثات هي من خلال الالتزام بالمعايير البيئية هذا رقم واحد زي عش المعايير من أهمها اللي هي بشكل رئيسي التوجه لتطبيقات كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة داخل عمليات الصناعية يعني الطاقة الكهرباء كهرباء أو مصادر أخرى لأنه القطاع الصناعي بيستخدم طاقة كهربائية بالمصدر الأول ولكن في استخدامات للديزل للغاز للوقود الثقيل وهي كلها احتراقها تعتبر من المصادر الرئيسية للإنبعاثات خصوصا للمنشآت الصناعية اللي بتتضمن عملياتها أفران كبيرة مثل صناعة الحديد والألمنيوم وبعض صناعات البلاستيك والصناعات الغذائية كلها مصادر رئيسية لمصادر الإنبعاثات ولكن ضمن الحدود المسموحة التي لا تؤثر بشكل سلبي على جودة الهواء في البيئة المحيطة للمصنع وهاي ضروري نوجه الرسالة توعوية من خلال برنامجكم بأنه دائما لما تسمع بمنطقة معينة في مصنع بتبادر للأذهان أن هذا المصنع علاقته سيئة مع البيئة ملوث المياه اللي بتطلع منه مياه ملوثة يمكن إذا جبت ولد صغير حكيت له رسم لمصنع برسم مدخن وطالع منها دخن هذا هو الانطباع اللي مأخوذ عند الناس العاديين بأنه لما نحكي مصنع نحكي أثر سلبي على البيئة وهذا الإشي اللي فعليا ليس بالضرورة يكون على أرض الواقع لأنه العديد من المصانع هي مصانع ملتزمة بشكل مباشر والدليل أنه في كثير مناطق صناعية لا تعتبر من المناطق اللي هي مؤثرة سلبا على البيئة المحيطة ولا بتلاقي أنه الهوى اللي حوليها هو هوى ملوث إنما فيه التزام مباشر من المنشآت الصناعية وهذا المسجر الرئيسي اللي فعليا لازم تكون واضحة بأنه التزام المنشآت الصناعية مقدر رغم إذا حكينا على الاستثمار بمجال الكفاءة البيئية هي لا يعتبر استثمارات بالشرط أنها تكون استثمارات اقتصادية يعني لما المصنع يكون فيه عنده وحدة معالجة مياه أو وحدة معالجة نفايات هو فعليا بسبب التزامه البيئي ومسؤولياته البيئية للمحافظة على علاقة الإيجابية ما بينه وما بين البيئة يمكن جزئية الطاقة هي جزئية لخصوصية بحكم أنه الطاقة تمثل حوالي 27% من كلها في العمليات الانتاجية فكل ما راح باتجاه كفاءة الطاقة أو الاستثمار بالطاقة المتجددة هو يكون عم بحقق هدفين هدف اقتصادي بتخفيض كله في الانتاج وبنفس الوقت بيساهم بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة لأنه الاعتماد بيكون على مصادر نظيفة لمصادر الطاقة المستخدمة بالصناع هندس معا فيه هون حكيت عن الالتزامات البيئية زي إيش الالتزامات البيئية إن كان على الالتزامات البيئية هاي للمصانع؟ بالضبط الالتزامات البيئية منحكي على الالتزام بالحدود المسموحة ضمن التشريعات البيئية بالانبعاثات من مختلف أنواع الغازات سواء كانت CO2 أو النوكسز أو السوكسز أو أي انبعاثات تصنف على انبعاثات ضارة بشكل مباشر وهاي فعليا المصانع ملتزمة بتطبيقها بشكل مباشر لما نروح باتجاه النفايات السائلة نحكي عن المياه العادمة برضو في نسب ملوثات مسموح فيها حسب نوع الصناعة وممنوع طرح هذه النفايات السائلة العادمة المياه العادمة يعني المياه من التصنيع؟ بتنتج من عمليات التصنيع كل صناعة في الى حد معين من معايير الملوثات بهاي المياه فبالتالي لازم المصنع يكون ملتزم بحدود الملوثات بشكل لا يؤثر على البيئة وملتزم بمعالجة المياه قبل طرحها سواء كان بمجاري الصرف الصحي أو بتخلص منها من خلال تنكات المياه أو نقلها ل مكبات النفايات بالنسبة للنفايات الصلبة تصنف إذا في نفايات صلبة خطرة أو غير خطرة كمان المصانع ملتزمة بعدم طرح هذه النفايات الصلبة بالبيئة المحيطة بدون التزام ولكن ملتزم بنقلها الى مكبات النفايات الرسمية والمسجلة بشكل لا يؤثر سلبا على البيئة هذا بالإضافة الى الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالطاقة وضعت أهداف وطنية لقطاع الصناعي لتخفيض الانبعاثات كان في الخطة الوطنية أو الخطة الثانية لكفاءة الطاقة واللي حالياً هي كانت للألفين وعشرين حالياً وزارة الطاقة عم بتطور الخطة الثالثة الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة حيكون في أهداف استراتيجية لقطاع الصناعي لما نحكي كفاءة الطاقة نحكي فرص كبيرة للمصانع لتخفيض انبعاثات الغازات الدفئة ماذا نذكر بالسياسي؟ الاستراتيجية الماضية كانت تحددت هدف تخفيض عشرين بالمية من نسب استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كيف؟ من خلال إجراءات بتوفر الاستهلاك الاستثمار بتكنولوجيا موفرة للطاقة ذات استهلاك أقل لمصادر الطاقة المختلفة يعني فيه تشجيع أن المصانع يروح في هذا الاتجاه؟ اه طبعاً أكيد وهذا الشيء يعتبر بدأ الازدياد بالاستثمار فيه بالصناعة من عدة سنوات لما نحكي فيه منشآت صناعية استثمرت بكفاءة الطاقة ووفرت أكثر من 30% من استهلاكها هنا نحكي على أثر مباشر على الانبعاثات من خلال هاي المشاريع اللي تمت بمختلف المنشآت الصناعية واليوم صار فيه وعي دائماً كانت المشكلة بالوعي لأنه ما كان فيه إيمان من كثير من المصانع بأنه فعلياً إجراءات كفاءة الطاقة بتوفر من الاستهلاك دائماً كانت المصانع عندها توجه مباشر للاستثمار بالطاقة المتجددة خصوصاً الأنظمة الكهروضوئية أو البي في سيلز على الأسطح أو تعويض مصادر الطاقة من طاقة نظيفة ولكن لما يكون فيه هدر بالطاقة بعمليات الصناعة من خلال مختلف التطبيقات الصناعية هنا منحكي أنه فيه فرص للتوفير رقم مهم جداً حوالي ثلاثين مصادر الطاقة المستخدمة بالصناعة هي لغايات التسخين والتبريد سواء من طاقة كهربائية أو أذر فيه لما نحكي على تسخين نحكي على إنتاج بخار نحكي على مختلف التطبيقات الصناعية هذه هي تعتبر أيضاً من الاستخدامات التي فيها فرص كبيرة لتوفير الاستهلاك لأنه فيه تكنولوجيات متطورة بكل نوع من الصناعة بتخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية أو مصادر الطاقة المختلفة مهندس معاً أنت ذكرت أنه ثلثين من التسخين والتدفئة زي ما أكدت أنه ثلثين الطاقة المستخدمة بالصناعة هي لغايات التسخين أو التبريد يعني أعطيك مثال تدخل على مصنع صناعات غذائية حسب متطلبات مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية يحافظ على درجة حرارة معينة داخل مناطق الإنتاج هذه بيكون فعلياً عم يستخدم تطبيقات للمحافظة على درجة حرارة وهذه لغايات التبريد بمصنع فيه فرن فيه تسخين بوصل لدرجة حرارة معينة فبالتالي هذه لغايات التسخين فمنحكي ثلثين الطاقة المستخدمة بالصناعة لهذه الغايات لما نحكي الطاقة بالمجمل 17% من مصادر الطاقة مستخدمة بالصناعة 23% من الطاقة الكهربائية حوالي ربع للكهرباء بالأردن هو مستخدم للطاقة بالقطاع الصناعي بشكل مباشر جميل جميل طب مهندس معين نحن بدأ نفوت أكثر بموضوع غرفة صناعة الأردن اليوم غرفة صناعة الأردن فيها 18 ألف منشأة صناعية طب اليوم أنت مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في هذه الغرفة أولي شيء تأسست من سبع سنين هي؟ بالضبط من سبع سنوات طيب ليش تأسست؟ يعني ليش توجه بالعادة بس نسمع دول صناعية أو إشي صناعي الناس بتبعد يعني يعني يقولك فيه بعد بيئي فبلا الربح دايما أولى بقطاع الصناعة لأنه بدخ مصاري نحن نحكي أكثر عن الوحدة إيش دورها اليوم نعم ونحكي عن موضوع تجارة الخضراء فيه اليوم مصطلحات كثيرة تطلع بعد الآن موضوع تجارة الخضراء اليوم شو وضعه بغرفة صناعة الأردن هي جوزهين مضلة الأكبر بداية غرفة صناعة الأردن هي مضلة القطاع الصناعي بالأردن كمضلة لكل المنشآت الصناعية المسجلة بالغرف المحلية عندنا ثلاث غرف صناعية محلية مسجلة غرفة صناعة عمان وهي الأكبر وغرفة صناعة الزرقاء وغرفة صناعة أربت فعلياً 2015-2016 كانت بداية تأسيس وحدة متخصصة لقضايا الطاقة والبيئة بالقطاع الصناعي لأنه صار في حاجة للقطاع الصناعي للدعم الفني بهاي المجالات خصوصاً مع ازديات تكليف الطاقة واللي بتأثر بشكل مباشر على كلف المنتجات الأردنية وكلف التصنيعية وعلى منافسة المنتجات الأردنية بالأسواق المحلية وأسواق التصدير فكان تصميم الوحدة بناء على تطورات القضايا المختلفة المرتبطة بالطاقة بما فيها كلف الطاقة التشريعات البيئية كان الهادور ورفع المساهمة بالتخفيف من الأثار البيئية الضارة من قبل المنشآت الصناعية مستويات الوحدة بمجالات التشريعات والدفاع على المصانع أمام الجهات الحكومية بهذه القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تصميم البرامج الفنية الداعمة بالشراكة مع كثير من الشركاء لتوجيه هذه الخدمات بشكل مباشر للمشآت الصناعية والأهم من هيك رفع وعي المنشآت الصناعية بأهمية أفضل التطبيقات بالإطار العام اللي هو كفاءة الموارد عم نحكي على طاقة على مياه عم نحكي على نفايات على كل قضايا الاستدامة بالقطاع الصناعي فالإطار العام هو تعزيز وعي المصانع بتطبيقات كفاءة الموارد واستخدامها بأكثر كفاءة ممكنة وهذا بيعود لشكل مباشر على كلف الإنتاج مع ازدياد الآثار البيئية من قبل العمليات التصنيعية وحتى على مستوى دول العالم في توجه من مختلف الدول العالمية بمجالات تخضير القطاع الصناعي وهذا مصطلح يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي بالأردن من خلال وحدة الطاقة والاستدامة البيئية المحافظة على الموارد بالشكل الأكبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة استخدام مصادر الطاقة بشكل أكثر كفاءة تقليل كميات النفايات الناتجة أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا هذا بالإضافة إلى تقليل الإنبعاثات الضارة على البيئة والتي تساهم بعمليات الأثار البيئية الضارة مثل تغير المناخي فبالتالي كل النشاطات التي يتم تقديمها للمشاءات الصناعية من خلال الوحدة تصب بهاي الأهداف الرئيسية الحمد لله صممنا العديد من البرامج والخدمات الدائمة كان آخرها من يومين أطلقنا جائزة بهمنا الكل يعرف أنه اليوم صار في عنا جائزة اسمها جائزة المصنع الأخضر المصنع الأخضر؟ بالضبط لماذا مفهوم المصنع الأخضر؟ المصنع الأخضر هو المصنع اللي بيطبق معايير الاستدامة المختلفة من إدارة العمليات الصناعية بطريقة أكثر كفاءة من معالجة النفايات بطريقة سليمة بيئيا أو تطبيق مبادئ إعادة تدوير وإعادة الاستخدام له مبادئ إدارة النفايات معالجة المياه العادمة بطريقة أيضا سليمة بيئيا واستخدام مصادر الطاقة بأكثر كفاءة ويستخدم مصادر الطاقة المتجددة أو النظيفة كانت الفكرة من تصميم الجائزة بأنه من خلال الخبرات مع مختلف المصانع وجدنا أنه فعليا في مصانع رائدة جدا مصانع متقدمة بهذه التطبيقات تحتاج لتقدير لتثمين لازم كل الأفراد يعرفوا أنه هذا المصنع متميز بيئيا وموجود بالأردن ولازم نطلق عليه مصنع أخضر طبعا لتغيير النمط أو الفكرة النمطية عن المصانع أنه معناته في مصنع معناته في أثار بيئي ضر هنا إجت فكرة إطلاق جائزة المصنع الأخضر اللي حتكون فعليا أول قائم إلى المصانع الخضراء مع شهر أربعة فعليا عن تكريم المصانع اللي حتفوز بعد تقديم الطلبات وتقييمها فمنحكي اليوم على مستوى الأفراد لكل حيعرف أنه في عنا مصانع خضراء وهذه الجائزة مستدامة بحيث أنه كل سنة حيكون في جائزة لمصنع أخضر هدفنا الاستراتيجي هو كل مصانع لتكون مصانع خضراء جميل جميل يعني والله إشي بسعد ومهندس معنا فيه كثير دراسات أنا هيك بشوية أرتكالس بذكر قرأتها أنه الجيل الجديد من الشباب والشابات عم بيركزوا كثير على المصانع أو المحلات اللي بتكون بالأخص الجيل الجديد بيركزوا على المصانع والمحلات اللي بتراعي الظروف البيئية فاليوم لما يصير فيه تركيز على المصانع الخضراء تجزيع جزء من التقليل جزء من التخفير من الإنبعاثات جزء من أنه تكون بيئتنا نظيفة تجزيع مهم طيب كمدير لوحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن شو توصياتك؟ شو توصيات غرفة صناعة الأردن للمصانع؟ للمنشآت اللي بدها تفتح؟ للأفراد إذا أنا كفرد فيه توصية معينة أقدر أساعد في تخفيض إشي من الصناعة؟ يعني أنا كإيهاب إلي جزء بتخفيض إمبعاثات المصانع؟ طبعا لأنه النصيحة الأولى لكل الأفراد هو التركيز على المنتجات الأردنية قرار التوجه يكون لاستخدام المنتجات الأردنية لأن هذا بدعم الاقتصاد وبضغط على المنشآت بأنها لازم تكون ملتزمة كل ما صار فيه فعليا طلب على المنتجات الأردنية وكل من المصانع صار فيه عندها حافز بأنه هي تتطور من كل النواحي واللي من ضمنها النواحي البيئية واللي هي فعليا بتخفض كلفها حتى المصنع يضل على مستوى توقعات الأفراد لازم ينتج منتجات بأعلى جودة ولكن بنفس الوقت بأقل كلفة مجالات الاستدامة هي مدخل مهم للمصانع لتخفيض الكلف فلهيك الفرد العادي لما يتوجه لشراء منتجات أردنية هو فعليا بساهم بشكل غير مباشر بالتزام المصانع من ناحية بيئية النقطة الثانية ما السؤال معلش قبل يعني إذا بندعم المنتجات الأردنية وبشتني أنا منتج أردني هذا الإشي بيخلي المصنع يروح بيئية أكثر ليش يعني إذا صار عليه ضغط بإمبعاثات أكثر بصير فيه متطلبات أكثر من الأفراد بأنه نستوارض الأفراد على الجودة حيكون أكثر ونقطة الثانية إحنا فعليا منحافظ على مواردنا ومنستوارض موارد مختلف من لهين وفيات لهين وفيات أو موارد ثانية فبالتالي هذا برضو إلو دور من خلال استخدام المنتجات الأردنية أهم توصية الوعي الوعي بإيش في عندنا مصانع إيش في عندنا منتجات صناعية هم بتوجه لمختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتزيادة العلاقة مع القطاع الصناعي من خلال عمل الوحدة كان في كثير نشاطات مع كثير من الطلاب والباحثين لتشبيكهم مع المنشآت الصناعية بهمنا الشباب الجديد يكون في عنده وعي بالقضايا البيئية المرتبطة بالصناعة بشكل مباشر ويكون في إلهم دور جهودهم البحثية لازم تتوجه لحل مشاكل بالقطاع الصناعي وهذا اللي دائما من نادي فيه من خلال التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية لتوجيه الجهود البحثية للطلاب حتى طلاب المدارس بهمنا برضو يكون في إلهم زيارات على المنشآت الصناعية بداية من المناهج توعية الطلاب إيش هو ممكن يعمل أثر من خلال أنه الوعي الأكبر بأهمية الصناعة بالأردن وشو في عندنا صناعات بالأردن لأنه كل التخصصات إلها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع الصناعي توصية مهمة جداً للمصانع بزيادة الاهتمام بقضايا الاستدامة خلال سنوات قليلة بدون تطبيق أفضل معايير الطاقة والبيئة بالمنشآة الصناعية المصنع اللي قادر أنه اليوم يصدر للدول مختلفة بعد عدة سنوات حيكون متطلب رئيسي فبالتالي اللي منطلبه من المصانع هو فعلياً ليس فقط لتخفيض الكلف ليس فقط للالتزام ولكن أيضاً للاستدامة والتطور والنمو الأكبر رسالة مهمة جداً لكل الجهات الحكومية بالتعاون بخلق بيئة تشريعية محفزة للمشآة الصناعية لتطبيق معايير الاستدامة سواء بمجالات إدارة النفايات، إدارة الطاقة أو حتى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة ومنوثات الهواء يعني أجلت مهند اسمعاً بس سؤال نحكي أكثر عن الأبحاث ذكرت أن الأبحاث دعم الباحثين اللي بيحكوا في مجال التجارة الخضراء مش بس في التجارة الخضراء كل قضايا الاستدامة في إلها طلاب سواء طلاب على مستوى درجة البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه جهود البحثية اللي بيقوم فيها الطالب خلال فترة دراسة وهي جهود مقدرة وكبيرة فلو وجهنا هاي الجهود لمشاكل فعلية وعملية بالمنشآت الصناعية بيكون فيه هو بيكتسب خبرة ونفس الوقت المصنع بيكتسب النتائج معتمدة على البحث العلمي المباشر فهذا الإشي جداً من نادي فيه وبحكم أنه الجهات الأكاديمية هي فعلياً مصدر للتطوير والمصانع ما بتتطور بدون ما يكون فيه بحث مستدام وتطوير مستدام من خلال التعاون مع الطلاب وجهات البحثية المختلفة وهذا أحد مصادر النمو والتطور للمنشآت الصناعية واللي احنا دائماً ننادي فيه ونركز عليه في كثير من المصطلحات اللي فعلياً تعتبر مدار بحث بالصناعة زي مثلاً ما يسمى بالإنتاج المستدام كل قطاع الصناعي فيه له قضايات الخاصة اللي هي تعتبر بيئة خاصة للأبحاث اللي ممكن أي طالب فعلياً يتوجه لتركيز جهوده البحثية سواء بإيجاد بدائل لمصادر الطاقة أو بإيجاد حلول لاستهلاكات الطاقة الكبرى اليوم التطور التكنولوجي على مستوى العالم بهاي المجالات كبير بمختلف المجالات فكل مجال من مجالات الطاقة أو النفايات أو البيئة اللي بتساهم بتطوير العمليات التصنيعية ممكن تكون بيئة خاصة للبحث من خلال طلاب الماجستير والدكتوراه إذا كان موجه لأحد المنشآت الصناعية لحل فعلياً مشكلة عملية بالمصنع يعني شكراً مهندس معين على كل التوضيح وصراحة فيك أمل أو بيعطي الإنسان تفاؤل أنه يكون اليوم في أكبر مظلة صناعية في الأردن في وحدة كاملة مسؤولة عن الطاقة والاستدامة البيئية هذا إشي مبشر بالخير وأنه اليوم أطلقنا كمان عبر غرفة صناعة الأردن المصنع الأخضر وعم ننشر هاي المفاهيم هاي الثقافة جداً مهمة وهذا جزء من الاقتصاد يعني نحن اليوم بدنا مواردنا بدنا منتجات بدنا نكون دولة صناعية هذا إشي بس لما نراعي الظروف البيئية أكيد ونطور من اقتصادنا في القطاع الصناعي ونحن نراعي القضايا البيئية وأهمها التغير المناخي والراقب انبعاثاتنا أكيد ونمشي على هذا الطريق هذا إشي بدعو للتفاول أكيد طبعاً ووحدة الطاقة والاستدامة البيئية أبوابها مفتوحة لكل المهتمين كل الباحثين نحن جسر الباحثين والمهتمين للصناعة وحتى للمصانع برضو أبوابنا مفتوحة لتقديم كل الخدمات رفع الوعي وإن شاء الله تكون بارقة أمل بتطبيق هذه المفهومات المختلفة ونشر ثقافة الاستدامة بالعمليات التصنيعية المختلفة شكراً شكراً مهندس معين على وقتك شكراً لكل المعلومات التي قدمت لنا إياها وإن شاء الله لقاءات جاي أكيد إن شاء الله وشكراً لوقتك شكراً لجهودكم ونتمنى لكم التوفيق بباقي الحلقات وأشكركم مرة ثانية على هذه المبادرة الرائعة جداً والتي ستساهم برفع الوعي بقضايا مهمة جداً شكراً شكراً لك شكراً لوقتك وهون نهاية حلقة قطاع الصناعة وهون بودكاست فيضان جاف